موسيقى موسيقى وسط اجراءات امنية مشددة جنيات القاهرة تبدأ اولى جلسات محاكمة مرسي وخمسة وثلاثين من قيادات الاخوان في قضية التخاطر موسيقى جنح الجمالية تصدر اليوم حكمها على 12 طالبا من المتورطين في احداث العنف بجامعة الازهر موسيقى موسيقى لندن وباريس يحملان دمشق مسؤولية فشل مفاوضات جينيف والابراهيمي يعتذر للشعب السوري موسيقى موسيقى تحية لكم من قناة النيل في القاهرة بانورامة الثانية عشر ساعة اخبارية شاملة بأهم وآخر الأخبار مرحبا بكم بدأت محكمة جنيات القاهرة والمنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وخمسة وثلاثين متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتمسيق مع تنظيمات جهدية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية وصول الرئيس المعزول من محبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية إلى مقر المحاكمة كما وصل جميع المتهمين التسعة عشر المحبوسين بمنطقة سجون طرى إلى أكاديميات الشرطة وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من داخل أكاديمية الشرطة أحمد وجيه مراسل التلفزيون أحمد يعني انقل لنا الصورة لديك في داخل مقر المحاكمة هل بدأت بالفعل جلسة المحاكمة بعد وصول الرئيس المعزول محمد مرسي طيب ننتقل إلى محمد محمود من خارج يعني محيط أكاديمية الشرطة حيث محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي محمد يعني الصورة لديك من خارج جلسة المحاكمة هل لديك أي معلومات بشأن بدء الجلسة فعليا في الداخل نعم يعني هناك تأكدات أن الجلسة قد بدأت في الداخل منذ أكثر من نصف ساعة حتى هذه اللحظة والتأكدات الأخرى أن الجميع قد حضر إلى هذه المحاكمة جميع المتهمين وهيئة المحكمة ورأينا صائرة الرئيس المعزول محمد مرسي فتنزلت إلى هنا إلى مقر أكاديمية الشرطة بدأت بالفعل المحكمة حتى هذه اللحظة كانت لدينا تأكدات من مرسلنا داخل يعني طاعة المحكمة أم لا لكن المؤشرات جميعها تقول أن المحكمة قد بدأت وخارج المحكمة هناك تجددات أمنية كبيرة هناك بوابات أكثر من ثلاث بوابات حتى نستطيع أن نصل إلى هذا المكان أو حتى نصل إلى بوابة ثمانية البوابة التي يدخل منها أعضاء المحكمة وأيضا هيئة المحكمة والمتهمون والدفاع وحبر الدكتور سليم العوى رأاه البعض هنا فقد دخل إلى المحكمة وهو مفوض مما قوض عليه من قبل بخصوص أنه يريد أن يدفع هذه المحكمة بالاختصاص لأنها لا تختص بمحاكمة محمد مرسي الذي كان يشغل منصب رئيس الجمهورية وفقف وكيل أن ابنه أسامة قد دخل أيضا كمحامي عن أبيه في هذه القضية أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي هناك هدوء خلف أطوار الأكاديمية لا يوجد أي من أنصار الرئيس المعزول لا يوجد أي من أنصار الرئيس المعزول في أي مكان قريب أو بعيد من أكاديمية الشرطة هي ببعض أفراد من المعارضين للرئيس المعزول محمد مرسي حتى هذه اللحظة ونحن في انتظار أن تنتهي هذه المحاكمة بعد أن حضر كل أطرافها حتى هذه اللحظة نعم وبالتأكيد محمد سنكون معك للتعرف على آخر المستجدات بشأن هذه المحاكمة محمد محمود من أمام أكاديمية الشرطة شكرا لك وللمزيد من التفاصيل حول الإجراءات الأمنية لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسي معنا من وزارة الداخلية محمد علوي مراسل النيل محمد هل من جديد يعني غير الأنباء والمعلومات التي أفتنا بها قبل أكثر من ساعة حول تلك الإجراءات أحمد يعني بالساعل يمكن حتى هذا التوقيت والإجراءات الأمنية المشددة بتتواجد في محيط أكاديمية الشرطة 35 تفكير للأمن المركزي 30 مجموعة قتالية تمركزات ثابتة ومتحركة أكمل ثابتة في جميع الشوارع المؤسية إلى مقر المحاكمة الجديد هو امتشار لرجال البحث الجنائي بالقاهرة ليس فقط في منطقة المحاكمة ولكن أيضا في جميع الشوارع المؤسية إليها وفي منطقة مدينة نصر أمام مسجد السلام وأمام العديد من المساجد هذه الرجال البحث الجنائي الحياة موجودين لا منع وصول أي مسيرات والتعامل مع أي مسيرات من شأنها محاولة الوصول إلى مقر الأكاديمية وزارة الداخلية ومن خلال الأقوال الأمنية التي تجوب الطريق الداري وتجوب أيضا التوارع المؤسية إلى مقر المحاكمة تعمل على تأمين الجلسة الجلسة الأولى لمحاكمة رئيس المعزول وعدد من أعضاء هذه الجماعة الإرهابية في التخابر وزارة الداخلية مستمرة في تأمين المحاكمة من خلال مجموعات قتالية من ضباط من الأمن العام وضباط من الأمن المركزي وأربعة من المجندين هذه السيارات مسلحة لديها الأوامر بالتعامل بالزخيرة الحية في حالة التعدي على أي منشأة شرطية أو أي محاولة للاختراب من أكاديمية الشرطة محمد يعني ليس ببعيد عن مسائل الإرهاب أفتنا أيضا بأن قوات الأمن في كمين على المحور تمكنت من قتل المتهم الأول في أحداث كرداسة الذي يدعى محمد رشيد هل من جديد في هذا الأمر؟ يعني دعنا نعرف تفاصيل يعني بالفعل التفاصيل أنه أعلى محور 26 يوليو وأثناء وجود الكمين اشتبهت في سيارة بيستقل لها اثنين من المتهمين على الفور تعاملت هذه السيارة بإطلاق الأعيرة النارية من بندقية ألية وفرد خاركوش على القوات الأمنية وقوة الكمسة التي بادلت الأشخاص أصباق الأعيرة النارية تضح وجود محمد رشيدة المتهم الرئيسي في أصباحة هذا تعملت وتبادلت عن قوات الأصباح الأعيرة النارية أدت إلى إصابة محمد رشيدة بثلاث خلقات بالزهر أدت إلى مصرعه على الفور وتمكن الشخص اللي كان معاه من الهرب وطدح أن السيارة مبلغ بصريقتها وجاري الآن الوصول إلى هذا الشخص وإعادة الانجباط في السرعة نعم أيضا هناك تأكيدات جديدة من وزارة الداخلية بمواجهة أي أعمال إرهابية تهدد الأمن محمد علوي من وزارة الداخلية شكرا لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله أكبر 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 حيّ على الصلاة حيّ على الفلاة حيّ على الفلاة حيّ على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام ونعود لمتابعة أجواء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وخمسة وثلاثين من قيادات الإخوان في قضية التخابر ومعنا على الهاتف على الهواء مباشرة سيادة المستشار فتحي عزة رئيس محكمة جنايات القاهرة نعرف من حضرتك بداية يعني كيف سارت الجلسة حتى هذه اللحظة علمنا من مرسلنا أنها قد بدأت منذ أكثر من ثلاثين دقيقة سيادة المستشار فتحي عزة هل تسمعوني طيب يبدو أن الاتصال قد انقطع وسنعود بالتأكيد لمتابعة أجواء هذه المحاكمة تصدر محكمة جناح الجمالية اليوم حكمها على 12 طالبا من طلاب الأزهر المتورطين في أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها جامعة الأزهر كانت النيابة قد نسبت للمتهمين عددا من التهم من بينها التظاهر بدون إذن مسبق والتجمهر والبلطجة وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة ومحاولة منع الامتحانات والانضمام إلى جماعة إرهابية أكد المستشار الدكتور حمدان فهمي الأمين العام للجنة الانتخابات نظام التصويت البريدي مرة أخرى بالنسبة للمصريين في الخارج والذين سيدون بأصواتهم مباشرة أمام مقر اللجان المحددة لتصويتهم بالبلدان التي يوجدون بها خارج مصر كما أكد حرص اللجنة على أن تجري عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج قبل اختراع المصريين في الداخل بفترة كافية بما يضمن عدم تكرار تصويتهم في الداخل مرة أخرى نعود مشاهدين كرام لمتابعة أجواء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وخمسة وثلاثين من قيادات جماعة الإخوان في قضية التخابر وينضم إلينا عبر الهاتف المستشار الدكتور فتح عزة رئيس محكمة جنيات القاهرة سيدة المستشار توقعاتك للأحكام المتوقع إصدارها ضد المتهمين في قضية التخابر وفقا للقانون وإذا ما تم إثبات التهمة على المتهمين وطبعا يعني بالنسبة للقانون العقوبات يعني احنا مريدين أن نتصفح هذا القانون اللي هو صدر من سالة 37 وشوف يعني مثلا كانت مرسل لسلة يعني مثلا دولة يعني يدوب